اشتركوا في القناة الاهم انك انت تعرف معادل فرصة انك انت تكون جاهز لاقتناصة وعندنا في بطولة امم افريقيا الاخيرة دي 3 نمازج او خلينا اقول 4 نمازج واضحة جدا الناس دي في اوقات كثيرة جدا كانت ممكن تبقى مش هقول محبطة لكن حاسة ان فرصة مشاركتها وظهورها وتقلقها وانها تكون من نجوم الفريق فرصة بعيدة شوي لكن ده ما اصرش بشكل من الاشكال على جاهزيتهم وعلى استعدادهم لاختناص الفرصة دي بتكلم مسلا لاعب زي عمر كمال عبدالواحد اللي كان من الصعب جدا انك مجرد تتخيل انه ممكن ياخد فرصة كاملة في بطولة بحجم بطولة امم افريقيا في ظل وجود اكرم توفيق اللي محدش يختلف عليه انه في الفترة الاخيرة في مصر كان همرة واحد او لاعب زي احمد فتوح فرض نفسه على التشكيلة الاساسية لمنتخب مصر رغم وجود اسماء عندها خبرة وعندها مشوار كبير في المكان ده منهم مثلا عبدالشافي او لاعب صاعد واعد بس محدش في مصر كان يسمع عنه بيشارك لأول مرة في بطولة هي الاكبر وهي الاقوى من حيث مستويات القوة ومن حيث مستويات المنافسين ومن حيث اسماء المنتخبات وخبراتها ومن حيث كمان اسماء اللاعبين اللي بيلعبوا في اكبر أنديت اوروبا بتكلم على محمد عبدالمنعم اللي ظهر الحقيقة بشكل كبير جدا ولعب قدام اكبر واهم نجوم بيلعبوا في اكبر أنديت اوروبا وكأنه الحقيقة معتادة على النوع ده من المواجهات وتقلق بشكل كبير جد أبو جبل في حراس المرمى اللي محدش يختلف طبعاً إن الشناوي هو حرس مصر الأول واللي يطمنك في أي مناسبة إنه موجود في حراسة مرمى منتخب مصر أو النادي الأهلي ورغم إصابة الشناوي أبو جبل كان جاهز ومستعد لاقتناص الفرصة الكلام هنا ليه كلام هنا اللعيبة مصر عموماً ولعبت النادي الأهلي خصوصاً في الفترة اللي جاية دي ومحدش عارف إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إذا ما نجحنا فإن إحنا نتجاوز عقبة السنغال زهاباً وقياباً محدش عارف إيه اللي ممكن يكون حاصل لغاية لما نوصل لمباراة بطولة كاس العالم نفسها عشان كده لازم كل لعيبة مصر الحقيقة وأنا كلمت في ده وقلت إنه ده هيبقى شغل الشاغل جزء من اهتمامنا في السادسة هنا منتخب مصر اللي عندهم موجهتين في منتقى الصعوبة قدام السنغال وقدرين إن شاء الله لو حافظنا على الروح اللي كانت موجودة في بطولة أفريقيا أنا شايف إن احنا نقدر نعدي السنغال على الأقل نقدر نعدي مباراة القاهرة وبعد كده يكون لنا حسابات تانية في مباراة دكار والكلام بقى بشكل أكتر دقة موجه لثلاثة من لعيبة النادي الأهل واحد أحمد عبدالقادر اثنين محمد هاني ثلاثة ياسر إبراهيم لأن الثلاثة دول وبقوة مرشحين إن هم يكونوا موجودين مع سكواد منتخب مصر في مطش السنغال أو مطشين السنغال اللي جايين أحمد عبدالقادر تقلق بشدة مع النادي الأهلي وأنا قلت إنه عبدالقادر يستحق الانضمام لمنتخب مصر من قبل حتى بطولة أمم أفريقيا وهو واحد من اللعيبة الأوليلة جدا ومش هبالغ لو قلت الندرة في الكرة المصرية اللي تملك الحلول الفردية ما عندناش الكواليتي دي ما عندناش عندنا لعيبة كويسة جد ما عندنا لعيبة تلعب في أحسن لعيبة في أوروبا وكل حاجة أقول زي ما أنت عايز تقول لكن الحلول الفردية بنعاني فيها بعافية شوية عندنا في مصر فبالتالي أحمد عبدالقادر الحقيقة يملك من الإمكانيات اللي تأهله لأنه يكون مش بس موجود مع المنتخب لكن كمان يكون موجود بشكل أساسي فعليه أنه يكون جاهز للفرصة اتنين محمد هاني في ظل غياب أكرم توفيق ما أعتقدش أنه في حد يختلف أنه محمد هاني يقدم بطولة كاس عالم للأندية ولا أروع في ظل ظروف صعبة جدا مر بيها النادي الأهلي ونجح الحقيقة في قيادة الأهلي وأنه يكون صاحب دور مؤثر وبصمة مهمة جدا خصوصا في المباراة الأصعب أنا بشوف أنه مطش مونتري أصعب من مطش الهلال في مباراة المونتري كان صاحب بصمة واضحة جدا في تحوق النادي الأهلي دفاعيا وهجوميا في الناحية دي وأدم بطولة ولا أروع وبالتالي الفرصة أعتقد قدام هاني هتكون فرصة سانحة وفرصة كبيرة جدا والتالت هو ياسر إبراهيم اللي في ظل غياب أحمد حجازي بعتقد وفي ظل الحقيقة كمان معطيات منتخب السنغال اللي بتفرض على مستر كيروش والجهاز الفني كله أنه يبص لمواصفات مدافع منتخب المصري في المباراة دي يكون صاحب تفاصيل كده مختلفة يعني والناحية الجسمانية كمان هتلعب دور كبير جدا في مواجهة عتولة السنغال فأعتقد أنه ياسر كمان في الفترة الأخرانية مركز بشكل كبير واستعاد جزء كبير جدا من مستوى وكان الحقيقة لي أدوار هجومية كمان تدعم بشكل كبير جدا من أنه يكون ورقة ربحة لمنتخب مصري في بيتهالي التلاتة دول أعتقد أنه هيكون عليهم الأين بشكل كبير جدا في الفترة الجاية وأتمنى أنه هم يكونوا جاهزين لإقتناص الفرصة معلش طولت بس الرسالة كانت مهمة جدا مسادسة لسلسي النادي الأهلي وبقيت لعيبة النادي الأهلي عموما طبعا مع درشة أقول أنه طهر ما تقلقش الفترة الأخيرة ومستنين منه أكتر ووائل آخر لكن التلاتة دول